هل فلا امرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من عذاب شديد الذين يستخبون الحياة الدنيا على الآفرة ويصدقون عن سبيل الله ويصدقون عن سبيل الله ويبضونها عمجا أولئك في قلال بعيد وما أرسلنا من رسوله إلا برسال قومه يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الخكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لآيات لكل صبار شكو وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يسمونكم سوء العذاب ويذبقون أذناءكم ويستحرون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوعهم وعاد وثعود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تذعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتمنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسلنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتقوا وخاب كل جبار العنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء مصدين يتجرره ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليغ بميت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك ذلك هو الطلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق ما جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تمعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم قالوا لو هدان الله لهديناكم سواهم علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لير عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتمني فلا تنوموا لي ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم أحييتهم فيها سلام أم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تبتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تفت من فوق الأرض ما لها من قراء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضب الله الظالمين ويفعل الله ما عشاء ألم تر إلى الذين مدروا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القراء وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر تائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصلها إن الإنسان لغنم كفاه وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البنب آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أطلل كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ثريتي بوادي غير ذي زرعين عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الزماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاط إن ربي أسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب نغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب نغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القسام ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يقبل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ممطعين مقرعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفقدتهم هوا وأنذر الناس يوم يديهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإذا كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواقف القهار ودرى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجودهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الخساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اشتركوا في القناة